السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم أمي لتفسير الأحلام بشكر جدا كل اللي بيتواصل معي وبيشترك معي في القناة يريد حضرتكم تتواصلوا معي أكتر وتشتركوا معي أكتر عشان بإذن الله تعالى يوصلكم كل جديد بأمر الله تعالى النهاردة هنتكلم عن رؤية الأطفال في المنين بالنسبة للمولود الولد أو بالنسبة للبنت يعني لو شفنا طفل ولد في المنام بيدل على إيه ولو شفنا البنت بتدل على إيه بس تعالوا قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا نصلي على الحبيب اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا رسول الله بالنسبة لرؤية ولد في المنام يعني طفل صغير أنا شفت طفل صغير صغير العمر والطفل ده أنا مسكه في إيده ده بيدل على إيه أو أنا شفت طفل صغير ما عرفهوش ده بيدل على إيه بالنسبة للرجل وللمرأة ممكن يدل بيكون دليل على السعادة وعلى الرزق في البيت ممكن يكون بيدل على حمل للزوجة ممكن تكون الزوجة هنا سوف تحمل وأحياناً وأحياناً مش في بعض الرؤى مش كلها في بعض الرؤى ممكن يكون بيدل على فيه مشكلة بسيطة ممكن تحصل بين الزوجة وأحياناً ده تفسير آخر لها يعني ممكن يكون بيدل على الرزق والمال والخير والسعادة للرأي وممكن يدل أحياناً على الخلافات الزوجية مشكلة صغيرة ممكن تحصل بين الزوج والزوجة ده بالنسبة للرؤية الولد طب بالنسبة للبنت العزباء لو شافت إن هي معاها طفل صغير هي ما تعرفوش ولا شافته قبل كده ولا أي حد من أقاربها وهي طفل ما سكي في إيه ده دليل على إيه ده ممكن تكون إن هي سوف تقدم على عمل جديد إن هي ممكن تكون هتمسك هتروح تتوظف أو تروح تعمل في عمل جديد أو ممكن تكون بيداية حياة جديدة مع زوج ممكن تكون حياة جديدة مع زوج طب بالنسبة للطفل الرضيع للبنت العزباء بالنسبة للطفل الرضيع للبنت العزباء ده بيدل على ان ممكن تتزوج من احد الاقارب لها يعني واحد من قريبها ممكن ايه تتزوج طب بالنسبة للرائب بالعموم بالعموم للكل ده تموت الطفل شفت ان طفل ميت انا ما عرفوش بيدل على كذا حاجة ممكن يكون انت انسان ما بتصقش في الناس اللي حواليك يبقى انت ممكن تكون انسان ما بتصقش في الناس اللي حواليك او ممكن تفسير اخر ان انت سوف تتخلص من الهموم والمشاكل والاعباء اللي هتواجهك في فترة الرؤية الرؤية دي ان في عندك هموم ومشاكل انت ممكن تتخلص منها بامر لا تعالى او رؤية تانية ممكن ان الناس اللي حواليك كلهم او معظمهم بيكرهوك يعني بيحصدوك بيحقدوا عليك فبيكرهوك انت احسن منهم تكون احسن منهم في العلم ممكن تكون احسن منهم في الدين ممكن تكون احسن منهم في العمل ممكن تكون احسن منهم في علاقتك الزوجية بينك وبين زوجتك وحياتك الأسانية بينك ومن زوجتك ده بالنسبة لرؤية الطفل في المنام رؤية الطفل في المنام برضك للرجل وللمرأة المتزوجة ممكن يدل على المال والرسل والبركة وممكن يدل على زيادة الأولاد لك يعني أنا قلت ممكن يكون بعض المشاكل أحيانا في تفسير بيقول إنه ممكن يحصل مشكلة بين الزوج والزوج وممكن يكون مال ورزق وأولاد زيادة في الأولاد البركة تحل على البيت بأمري لا تعالي طيب بالنسبة للطفل أو الطفلة المحجب يعني أنا شفت دلوقتي الطفلة طفلة بقى بالنسبة لرؤية الفتيات يعني إحنا دلوقتي نخش على رؤية البنات ونشوف ده كانت بالنسبة لرؤية العامة لكل للولد للكل بالنسبة بقى للبنت للبنت العزباء هقول البنت العزباء الأول لو البنت العزباء ده ما سكى طفل بالنسبة للبنت العزباء بيدل على الزوج البنت العزباء لو شافت إن هي شايلة بنت صغيرة و جميلة و حلوة ده بيدل على إن هي إن شاء الله بإذن الله هتتزوج وهتتزوج من رجل صالح لإن طفلة رضيعة أو طفلة صغيرة وهي شايلة ده دليل على زواجها بأمر الله تعالى وإن هي تتجوز رجل صالح عنده صفاء في نيته في كل حاجة لو هي شايلة بنت جميلة أو حياتها القادمة حياة جميلة فيها رزق و خير ليها وكمان ممكن رؤيتها إن هي شايلة بنت صغيرة ده دليل على الخروج من الأزمات ممكن تكون إن هي تكون في الفترة اللي هي شافت فيها رؤية البنت دي اللي هي شايلة أو طفلة صغيرة أو طفلة رضيعة ممكن إن هي تتخلص من مشاكل لها أو أزمات أو أزمات ممكن تواجه إيه البنت دي طب لو أنا شفت بقى بنت بس مريضة في الوقت ده أنا شفت بنت مريضة الرؤية هنا للكل للبنت العزباء والشاب الأعزب والمرأة المتزوجة والرجل المتزوج لو شافت إن هي شايلة بنت بس البنت دي مريضة صحتها ضعيفة أو مريضة ده بيدل على إن فيها هتواجهك في الفترة دي مشاكل وأزمات طب لو أنت شفت البنت دي شفيت يعني البنت كانت مريضة وشفيت ده بيدل على إيه ده دليل على زوال المشاكل والهموم اللي كانت فيها المشكلة دي ساعتها وقعت وإن المشكلة دي هتزول بأمر اللي بسرعة يعني مش هتطول مش هتاخد وقت بأمر الله بالنسبة ده للرؤية طب بالنسبة للبنت للشاب الأعزب البنت للشاب الأعزب بردك ده دليل على زواجه من بنت جميلة لو على كل ما يشوف لو قال لأ هني بنت حلوة وحصلت المظهر وجميلة وشعرها شكله جميل ده دليل على إن هو سوف يتزوج من بنت فعلا جميلة بنت بكر عزباء جميلة حلوة عفيفة ده بالنسبة لما يشوف إن هو معاه البنت الصغيرة بالنسبة للبنت المحجبة لو أنا شفت إن أنا بقى معايا بنت جميلة جدا بس كانت محجبة لبسة طرحة على دمخها ده بيدل على إيه ده بيدل على السطر والعفة والتخلص من المشاكل والسعادة للرأي وإن كمان ربنا بيصونه من الحساد ومن الحقات ده بالنسبة الرؤية للبنت اللي هي محجبة طب لو البنت بنت وبتتعلم بنت وبتتعلم ولسة في الدراسة لها وشافت برضك إن هي شايلة طفلة راضيعة ده دليل على تفوقها في علمها أو الولد الشاب الأعذب برضك لو هو أثناء الدراسة وشاف البنت الجميلة اللي هو شايل هدية ده دليل على تفوقه في الدراسة بتاعكم طيب لو مثلا رجل أو امرأة أو بنت أو ولد شاب شافوا نفسهم برضك إن هم شايلين أي حد من كله من كلنا كلنا الرجل والمرأة والشباب شاف شاف إنه هو شايل الطفلة الرضيعة ده ده بيدل على ايه ده بيدل على الصفات الرائي برضك ده تفسير آخر لها بيدل على صفات الرائي الحميدة يعني 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 كل الصفات الحميدة بالنسبة للرؤي كلها صفات جميلة ومحمودة آخر حاجة معي وهي بالنسبة لرؤية المرأة الحامل لو شافت إن هي بتحمل يعني شايلة طفلة جميلة بنت حلوة جميلة أثناء الحامل بتاعها هنا الحلم هيبقى العكس هنا هتبقى حامل فيه ولد ولو العكس في الرؤية لو هي شافت إن هي في الفترة دي هي حامل وشايفة إن هي شايلة ولد يبقى المولود هتبقى أنسة يعني هنا رؤية الحمل بالنسبة لشيلها للأطفال العكس لو هي شايلة بنت هتجيب ولد ولو شايلة ولد هتجيب بنت ده كان بالنسبة رؤية مفصلة لرؤية الولاد والبنات أو الولد والبنت في المنام أرجو أني أنا أكون أفدتكم بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته